وعلى صعيد ذاته كثفت المملكة العربية السعودية جهودها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج في هذا العام حيث وفرت العديد من الخدمات الطبية المتنقلة إضافة إلى طائرات الهليكوبتر وأعداد كبيرة من الطواقم الطبية لم تأل المملكة العربية السعودية جهدا في تحقيق الرعاية والراحة اللازمتين للحجاج فقد وفرت المملكة العربية السعودية عدة خدمات لضيوف الرحمن حيث تم توفير مستشفيات ثبتة تحتوي على خمسة آلاف سرير إضافة إلى خمسمائة وخمسين قرفة عينية مركزة والعيادات الميدانية المتنقلة التي تحتوي كل واحدة منها على مئة سرير لمتابعة مؤشرات الحجاج الحيوية والتأكد من عدم تعرضهم لأي حالات إرهاق خلال تأديتهم الفريضة بجانب عيادات معالجة ضربات الشمس التي من الممكن أن تؤثر على الحجاج خلال الضهيرة كما وفرت المملكة العربية السعودية عيادات تخصصية لمعالجة الحجاج المرضى بأسرع وقت من خلال الإخلاء الطبي الجوي وأسطول سيارة الإسعاف مع انتشار عشرين نقطة إسعافية وثلاثة وخمسين فريقا طبيا راحة الحج وضمان أدائه للفريضة بكامل منسكها في أول سلم أولويات المملكة العربية السعودية حيث سيتم تحجيج أكثر من أربعمائة حج في قفلة خادم الحرمين الشريفين الطبية وهم الذين لم يتمكنوا من إكمال حجهم لظروفهم الصحية